هذا هو السؤال يعني لماذا أمريكا تكلف نفسها كل هذه الجلبة والعناوة تذهب لتشكيل تحالف دولي يعني بدلا من كل ذلك لماذا لا تذهب مباشرة وتوقف الحرب على غزة وينتهي كل شيء يجب أن لا ننسى بأنه الإسرائيليين لا يسمعون كلام الإدارة الأمريكية بالخاصة من كلام بايدن يعني هناك عدم ثقة بين الطرفين الأمريكان يضغطون وهناك خلافات إسرائيلية أمريكية ولكن ليس باستطاعتهم الدخول مباشرة في نفس الوقت هناك ضغوط من اللوب الإسرائيلي المتواجد في واشنطن بالضغط عن الإدارة بمساعدة نتنياهو بحربه في غزة أعتقد حتى لو كان عندهم نية بالدخول بسبب الضغوطات الهائلة المتواجدة خاصة في واشنطن الإدارة ليس باستطاعتها أن تتدخل وأن توقف الحرب في هذه المرحلة لأن أصلا هناك خلافات شخصية بين نتنياهو وبايدن منذ أن تولى بايدن الرئاسة كان هناك نوع من البروت بين الجانبين وفي حرب غزة أصبح واضحا الأمريكان كان يضغطون ويودون الوقوف للحرب في بدايته في أسبوع الثالث أعتقد ولكن نتنياهو والعسكر الموجود بما يسمون رحمة السقور الإسرائيليين لم يسمعوا كلام الإدارة الأمريكية بوقت الحرب لذلك يجب عليهم أو هناك بضغوطات إسرائيلية صهيونية يهودية داخل أمريكا للوقوف بجانب إسرائيل مهما كلفتهم الأمور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر